إن الاقتصاد الجديد الذي نسعى لبنائه معاً قد انطلق بخطوات ثابتة في عملية عصرانة والتحديث واسع النطاق لجميع مؤسساته حيث تعبر مختلف الإصلاحات الجارية حالياً على جميع المستويات عن إرادة حقيقية لرفع مستوى أداء مؤسسات البلاد وتكييفها مع المتطلبات الحالية لمواكبة التطورات العالمية وقد ركزت عملية التحديث هذه على تكوين الموارد البشرية لأنها تشكل شرطاً أساسياً للعصرانة وعلى هذا الأساس فإنه يتعين توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين نحو التكفل بتأهيل الكفاءات الوطنية اشتركوا في القناة